كل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة تقونات نادي الأهلي في كل مكان مستمرين مع حضراتكم وتقطيطنا لأجواء معسكر لإعداد للنادي الأهلي هنا في النمسا أجواء أكثر من رائعة إن شاء الله مرضوط هيكون على اللعبين هذا الموسم ويحققوا المزيد من البطولات ممكن من السهل أنك تاخد فرصة في فريق الأول للنادي الأهلي وتتصعد للفريق الأول لكن من الصعب أن نتلاقي اللعب اللي يكون جدير بالفرصة أو يتمسك بالفرصة علشان يثبت تكفأته وقدرته أن يكون واحد من العناصر المهمة بالنسبة للمدير الفني والنسبة لفريق للنادي الأهلي أحمد نبيل كوكا واحد من اللعب اللي أثبت تكفأته تمسك بالفرصة وكان جدير بالفرصة وأصبح واحد من العناصر المهمة بالنسبة الفريق للنادي الأهلي والفكر مستر كولر مع النادي الأهلي كوكا برحب بك على شاشة تقونات النادي الأهلي يا كوكا وكوكا تمسك بالفرصة وكان جدير بالفرصة اللي حصل عليها في النادي الأهلي ودي اندلب بتدل على السمات الشخصية ماذا تعني هذه الثقة من الجهاز الفني لكوكا وأيضا بالنسبة لك على المستوى الشخصي يا كوكا حبيبا فاروق في الأول بشكرك على كلامك الحلو ده الحمد لله في الأول في الأخر بتبقى توفي من ربنا فرصة في النادي الأهلي زي ما أنت مقلت مش حاجة سهلة تطلع مع لعبة كبيرة لعبة كلها منتخب مصر فالواحد بيحاول يعمل عليه بيحاول يشتغل بيحاول يكتهد لكن لازم تدي أكتر من الناس اللي موجودة دي عشان تكون موجود فالحمد لله من أول يوم ليا في الفريق الأول ده اللي أنا بحاول عامله والحمد لله درت أعمله بشكل كويس يعني والحمد لله من أول يوم ليا في الفريق الأول ما نزلتش ناشئين تاني فالحمد لله ربنا يكرم الفترة اللي جاء والحاول نحافظ على الموضوع ده بإذن الله